بسم الله الرحمن الرحيم لسه مكملين مع بعض ساكاشن ميكروبيا الجيناتيكس الموضوع بتاعي النهاردة او سيكشن بتاعي النهاردة عن البلازميد ايزوليشن فروم بكتيريا استخلاص البلازميد من البكتيريا الاول كده اعرف يعني ايه بلازميد البلازميد ده بيبقى عبارة عن جزيء من الDNA موجود منفصل عن الكرموسومة الDNA بتاع البكتيريا وبيكون دبل ستراند ودائري زي ما انتو شايفينه كده دلوقتي وبيتضاعف ذاتيا وكمان بيحمل جينات بتدي خصائص للبكتيريا مختلفة زي مثلا ان هو بيحتوي على جينات يعني جينات مقاومة للمضادات الحيوية البكتيريا تقدر انها تعيش لو مش موجودة لو البلازميد مش موجود فيها تقدر تعيش بقعادية خالص بطبيعتها الطريقة اللي انا بستخدمها اسمها الالكالاني لايسس البوفر اللي انا بحضرها اللي هي المحالية اللي انا عايز استغل بها عملية الاستخلاص اول حاجة سيليوشن وان اللي هو اللايسس سيليوشن بتكون من 200 ملي مول اللي هو سوديوم هيدروكسايد و1 في المية س دي اس عشان احضر اللتر بقى انا طبعا بحضرها حسب الكمية اللي انا محتاجها بس انا دي لتحضرت اللتر انت بعد كده بتعمل بالمعادلات تبدأ تغير الكميات اللي هي عندك دي يعني لللتر بدوب 8 جرام من اللي هو بيليتز بيبقى بودر فيه 950 ملي وبضيف عليهم 50 ملي من 20 في المية س دي اس سيليوشن بتاعي بخليه يوصل معايا لغاية لتر بزود يعني باية الكمية ديستل دووتر عشان توصل معايا لليتر مية وبحفظها في درجة حرارة الغرفة سيليوشن تو اللي هو ريس سيليوشن اللي هو بيتكون من 50 ملي مول ترس بي اتش تمانية وبيبقى 10 ملي مول ادتا عشان احضر اللتر برضو بزود بدوب 6 و 6 مية جرام ترس بيز و 3 و 72 من مية جرام ادتا دوبها في كام في 1800 ملي من ديستل دووتر بزبط البي اتش بتاعي على تمانية عن طريق ال HCL وبعد كده بزود الكمية لغاية ما توصل لليتر وبحفظها في درجة حرارة 4 درجة مقوية درجة حرارة التلاج السيليوشن سري اللي هو نيوترالايزنج سيليوشن بتكون من 3 مول بوتاسيوم اسيتيت بي اتش خمسة ونص بيبقى عشان احضر اللتر بدوب 294 ونص جرام بوتاسيوم اسيتيت في 500 ملي من بزبط البي اتش بتاعي على خمسة ونص وبعد كده بزود الكمية بتاعتي لغاية ماوصل لليتر واحفظها في درجة حرارة الغرفة اخر بفر اللي هو تي اي بفر ده اللي انا بدوب في الدي ان اي البلازم الدي ان اي بعد ما بخلص وبعمل له استخلاص عشان عمل له عملية حفز فبدوبه في تي اي بفر بتحضر من 10 ملي مول ترس بي اتش تمانية و1 ملي مول اللتر بحضره ازاي ان انا بدوب 21 من 100 جرام ترس بيز و37 من 100 جرام اتش بدوبهم في 800 ملي دي اي 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 اتش تست الووتر ويبزبط البي اتش بتاعي على تمانية بعد كده بكمل بتاعي الحجم بتاعي النهائي الى الغاية ما يوصل لالف ملي اللي هو اللتر وبعد كده بحفظه في درجة حرارة الغرفة بالنسبة للبروتوكول او خطوات العمل اللي احنا هنعملها ان شاء الله اول خطوة عندي ان انا بنمي البكتيريا بتاعتي في بياخد 3 الى 5 ملي بس كون بتحتوي على انتبيوتك عشان اعمل سيلكتف للبكتيريا بتاعتي عشان يكون فيها بلازميد باخدها منين من بتكون نمية قبل كده على بعمل لها باخد وبنميها في على درجة حرارة 37 درجة مقوية في وبيكون في طبعا الشيكينج اللي هو لازم يكون باستخدم شيكر وانا بنمي دي لمدة 24 ساعة بعد 24 ساعة هبدأ عملية الاستخلاص بعمل بواحد ونص ميلي باخد البكتيريا اللي هي نمت في ال ال ب بروس دي وباخدها باخد منها كميات وبحطها في في السنتري فيوج اللي هي واحد ونص ميلي باخد منها كميات بعد كده بعمل على خمس دقايق عشان ارسب البكتيريا عشان ابدأ ان انا اعمل استخلاص من جواها منها فبعملها خمس دقايق على خمس تلاف ربي ام ويكون ده تحت تبريد على اربعة درجة مقوية بعد كده بشيل بتخلص من السوبر نيتنت يتفضل عندي اللي هو مترسل تحت اللي هو البكتيريا بلت تبقى عبارة عن بلت البكتيريا تبقى ظهرة كده تحت بلت بضيف عليها 100 ميكروليتر من السيليوشن وان اللي هو اللي هي السيليوشن عن طريق البايبت وبعمل بورتكس يعني بعمل اللي هو ان انا بعمل ميكس لسيليوشن مع البلت اللي موجودة البكتيريا البلت الخطوة اللي بعد كده ان انا بضيف 2000 ميكروليتر من السيليوشن لوري سيليوشن وبعمل ميكس برضو انفيرتنج بس المرة دي بعملها بإيدي بلطف ما تكونش بطريقة جامدة شوية وبعد كده ان انا بحضن الفايل بتاعتي اللي هو البندورف اللي انا حطيت فيها اللي انا عايز استخلص منها بحضنها في المدة دقيقة الخطوة اللي بعد كده ان انا بضيف 150 ميكروليتر من سيليوشن سري وبعمل برضو بإيدي وبعد كده ان انا بسيبه في لمدة خمس دقايق والخطوة اللي بعد كده ان انا بقى بعمل عشان ابدأ ان انا ارسب اللي هو الكرموسومة بتاع البكتيريا وبرصب الاغلفة بتاعة البكتيريا والعضيات اللي موجودة في البكتيريا عن طريق السنتري فيوش 5000 ربي ام لمدة خمس دقايق على اربعة درجة مقوية واخد السوبر نيتن تباق المرة دي اللي هو الراصب الراشح اللي موجود فوق بنقله في تيوب في تيوب جديدة بندورف جديدة ويحافظ ان انا ما اخدش منقلش من الوايت بيلت اللي موجودة تحت اخد بس من اللي هو الجزء الرائق اللي موجود فوق الخطوة اللي بعد كده ان انا بضيف 200 يبقى الجزء اللي فودة هو اللي موجود فيه في الوقت الحالي فانا عايز دلوقتي اعمله ترسيب فانا بعمله ترسيبي ازاي ان انا عن طريق الاثانوة وثبعين في المية بضيف 200 من الاثانوة سبعين في المية للسوبر نيتنت بعد كده بعمل ويسنت ريفيوش برضو 5000 اربع دقايق على اربعة درجة مقوية واشيل بقى السوبر نيتنت ترميه واسيب بقى البلت اللي موجودة تكون التحت البلت دي هضيف عليها 1000 ميكرو ليتر او واحد ملي من الاثانوة سبعين في المية برضو واعمل كمان مرة لمدة خمس دقايق على اربعة درجة مقوية واعمل او ريموف للسوبر نيتنت وبعد كده برمي السوبر نيتنت اللي موجود فوق الراشح اللي موجود فوق بعمل تكفيف للبلت اللي تكون التحت دي لمدة من 10 الى 30 دقيقة عشان اضمن ان اتخلص من الاثانول ان هو يحصل له تبخر اخر خطوة وان ان انا بدوب بعيد ذوبان البلت دي تاني اللي هي عبارة عن البلازمة المرة دي بدوب ها في 50 مايكرو ليتر من الماء المقتر المعقم او ان انا بضيف في TE بفر اللي احنا حضرناها وبحفظها على درجة حرارة الفريزر وعشان اختبر جودة البلازمة بتاعي فالمفروض ان انا اعمل اللي هو بعمل هجرة كهربية عن طريق الجيل البروسيجر اللي هو الطريقة او الاجراء اللي احنا هنعمله دي بقى هيبقى عبارة عن فيديو بسيط جدا دلوقتي مع بعض بقى نشوف التجربة الاول هنتعرف على الماتيريا اللي انا هستخدمها ده البيكر دي المايك تيبس البايبت الفايلز اللي هو الابندورف تيوب اللي انا هستخدمها وبعد كده التي اي بفر وبيحتوي على اريني ايز الباكتيريا الكالشر اللي انا نميتها والإيثانول سبعين في المية والفورتكس وجاز الفورتكس والسنتري فيوج نبدأ مع بعض الخطوات نضغط على كونتينيو اول حاجة باخد البايبت اللي بتكون متين من متين لالفين بزبطها على الف ونص وباخد اللي هو التيب المناسبة ليها وباخد اللي هو الالف ونص من البكتيريا الكالشر عن طريق البايبت وبحطهم فين بضفهم في الفايل اللي هو الابندورف تيوب او وبعد كده بعمل بحطها في بس انا هنا بيستخدم عينة واحدة فالمفروض ان هو بيعمل توازن بالانس للسنت ريفيود فبيضيف عينة بنفس الكمية المناسبة وقصاد مين اللي بتاعته عشان يعمل توازن بيقص بس بتاعه على 5000 رب لمدة خمس دقايق بيكون طبعا 4 درجة مقوية بعد كده باخد بفتح وبياخد الفايل بتاعتي اللي انا بستخلص منها البكتيريا بستخلص منها دلوقتي انا عندي هشيل اللي هو السوبر نيتنت اللي فوق وبسيب البكتيريا البلت اللي موجودة فين اللي موجودة متكونة تحت بزبط المايكرو بايبت بتاعتي على 100 بكون حاطة بتاعتي كلها سليوشان 1 و 2 و 3 بعضهم في باخد سليوشان 1 باخد منه 100 مية مايكرو ليتر من سليوشان 1 بعد كده بضيف على الفايل اللي هي فيها البكتيريا وبعمل بستخدم الفورتكس عشان عمل اللي هي وبخلط معمل للعينة وبسيبها في الراك بعطوها في الراك بعد كده باخد بتاعتي تاني وبغير كل مرة بغير باخد 2000 مايكرو ليتر المرة دي من سليوشان 2 اللي هو سليوشان وبضيف على اللي هو اللي أنا عملته قبل كده اللي هو اللي هو البكتيريا وبعمل بقى بقى زي ما احنا قلنا خمس مرات بس بيكون في كده وبضيف بسيبها في المودة الدقيقة هنا بزبط المايكرو باي بتزاحت على 150 مايكرو ليتر وبغير التاب باخد بقى من سليوشان سري باخد 150 مايكرو ليتر وبحط على السامبل بتاعتي العينة بضيفهم على العينة وبعمل تاني انفيرتينج بايدك تاني خمس مرات وبسيبها في المودة خمس دقيقة زي ما قلنا قبل كده وهرجع اعمل لمدة خمس دقايق خمس تلاف أرب أرب أربع درجة مقوية بعد هاخد بتاعتي العينة السامبل اللي انا بستخلص منها بشيل بقى بس المرة دي مش هنرميه ده هاخده فيه جديدة في جديدة هو ده اللي انا هستخلص منه البلازمت بزبط المايكرو بايب بتحت على 200 مايكرو ليتر وباخد جديدة باخد بقى اثانول باخد هنا 200 مايكرو ليتر اثانول 70% بحطها على اللي انا نقلته بعمل بعمل بورتكس بسيبها المد الدي اتين في روم تمبراتشر بعد الدي اتين بعمل لها خمس دايق على 5000 اربع درجة مقوية باخد بتاعتي المرة دي هشيل السوبر هو ده اللي انا هرميه وهسيب البلت اللي موجودة تحت خلاص هتخلص من السوبر وهنا عمل ضف خطوة يعني مالاش لازم اوي ان هو عمل تكفيف لمدة دقيقتين بعد كده هياخد 1000 مايكرو ليتر هيزبط البيبت على 1000 مايكرو ليتر وياخد من الاثانول 70% 1000 مايكرو ليتر ويدف على الفايل اللي انا جففتها اللي هو اجففها ويعمل سنت ريفيوش تاني لمدة خمس دقائق 5000 ربي ام على اربع درجة مقوية هياخد بقى الفايل بتاعة اللي فيها البلازميد هيتخلص من السوبر نيتنت المرة دي هيتخلص برضو من السوبر نيتنت ويسيب البلت اللي هي البلازميد اللي هو عبارة عن البلازميد اصلا بيحطها في الراك بيسيبها مفتوحة لمدة من 15 دقائق عشان يحصل تبخر للإثانول وياخد بعد 50 مايكرو ليتر من الت بفر عشان يعمل حفظ للبلازميد هيعمل حفظ للبلازميد في 50 مايكرو ليتر بيعمل لها فورتكس بيدوب البلت بتاعة البلازميد بيدوبها في الت بفر بعد ما خلص عملات الاستخلاص مفروض عشان يحدد بقى يعمل تحديد للبلازميد ده ويقدر يشوف الجودة بتاعته فبيعمله بيستخدم الاجاروس جيل الكتروفريسيس عشان يبدأ ان هو يحدد البلازميد ويكون البيور بتاعته كده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا